السلام عليكم نشرح في هذا الدرس عن عمليات الرياضية وترتيب العمليات وكذلك العمليات المنطقية لو نكتب مثلا system.out.print ومن ثم على سبيل مثال 3 زائد 5 إذن عملية رياضية بسيطة يعني 3 زائد 5 الناتج مفوض يكون 8 إذن نشوف الناتج هو 8 ممكن أجعلها هذه println بهذه الصورة ومن ثم ممكن نطبق العمليات الرياضية الخمسة طبعا العمليات الرياضية في البرمجة المفوض 5 وليس 4 عملية الجمع ومن ثم الطرح وكذلك الضرب وكذلك القسمة وكذلك العملية الخامسة ألا وهي باقي القسمة إذن 3 زائد 5 المفوض 8 3 ناقص 5 المفوض ناقص 2 3 في 5 المفوض 15 3 تقسيم 5 يطلع كسر معين وهذه العملية الخامسة اللي هي النسبة المئوية هي عملية باقي القسمة يعني باقي قسمة 3 على 5 3 تقسيم 5 صفر والباقي 3 طيب ممكن يكون المثال أكثر واقعية فأنا سأجل المثال بدل هذه 3 أضعه مثلا 12 وكذلك بدل هذه 3 12 الآن لو نضغط ران نلاحظ بأنه 3 زائد 5 ثمانية 3 ناقص 5 ناقص 2 3 في 5 خمسة 10 الآن نلاحظ في البداية 12 تقسيم 5 بها 2 إذن 2 في 15 فهو قسم عدد انتجر على عدد انتجر فبالتالي ناتج القسمة يكون أيضا عدد انتجر وهو المفروض يطلع ناتج 2 point ومن ثم كسور 2 point 2 ولكن هو كتب فقط 2 على اعتبار أنه عدد انتجر بينما في العملية الخامسة باقي القسمة يعني 12 تقسيم 5 بها 2 2 في 15 والباقي 2 إذن باقي القسمة هذه هي 2 إذن هذه هي العمليات الخمسة كذلك يجب أن نعرف ترتيب العمليات ترتيب العمليات هو باقي القسمة ثم القسمة ثم الضرب ثم الجمع ثم الطرح بمعنى أنه لو نأخذ مثال معين على سبيل مثال 7 زائد 8 تقسيم 2 بهذه الصورة الآن أنا أتخيل بأنه 7 زائد 8 15 15 تقسيم 2 ف7 point 5 ولكن ناتج أصبح 11 وليس 7 point 5 السيب بهذا بأنه هو قسم 8 تقسيم 2 4 4 زائد 7 11 السيب بهذا بأن القسمة لها أسبقية على الجمع فبالتالي يقسم ثم يجمع إذن ترتيب الأسبقية في العمليات باقي القسمة ثم القسمة ثم الضرب ثم الجمع ثم الطرح فإذن لو أريد بأنه يجمع ومن ثم يقسم فبالتالي يجب أن أستخدم الأقواس إذن أستخدم الأقواس بهذه الصورة حتى يجمع 7 زال 8 15 تقسيم 2 إذن 7.5 نضغطها ونشوف الناتج شوف بي أنه أعطاني 7 طبعا سيبي أنه أعطاني 7 فقط على اعتبار أنه قسمت على الانتجر على عدد انتجر فالناتج أيضا يكون انتجر لو تري بي أنه الناتج يكون double مثلا فبالتالي ممكن أجعله 2.0 بهذه الصورة أضغط على رام نشوف بي أنه الآن أعطاني 7.5 على اعتبار أنه قسمت على عدد double فأعطاني الناتج بالdouble كذلك ممكن نعرف أو ندرس logic أو logical operation على سبيل مثاله أكتب ثلاثة أكبر من خمسة بهذه الصورة أضغط على رام الآن مفروض الناتج يكون عبارة عن false إذن شوف بي أنه أعطاني false هذه العلامة أكبر الناتج يكون قيمة منطقية يعني boolean يعني إما true أو false معنى هذه العبارة أنه أنت تسأل السؤال هل 3 أكبر من الخمسة؟ فالناتج يكون إما true أو false إذن 3 هو ليس أكبر من الخمسة فالناتج يكون false كذلك حتى ممكن تستخدم الأصغر مثلا إذن هل 3 أصغر من الخمسة؟ المفروض يعطيني true كذلك ممكن تستخدم الأكبر أو يساوي والأصغر أو يساوي إذن على سبيل مثال هل 2 أكبر أو تساوي 2 بهذه الصورة؟ إذن أكبر أو تساوي في البرمجة تكتب بهذا الشكل أكبر ومن ثم يساوي فيما بعده هل 2 أكبر أو يساوي 2؟ الجواب مفروض يكون true هل 2 أصغر أو يساوي 2؟ الجواب true طيب هل 2 يساوي 2؟ يساوي في البرمجة تكتب يساوي يساوي إذن هل 2 يساوي 2؟ بمعنى أنه هل 2 يطابق الاثنين؟ إذن الجواب سيكون true فعلا الاثنين يطابق الاثنين كذلك ممكن نستخدم علامة النفي علامة النفي في البرمجة هي علامة التعجب إذن معنى هذه الإبارة هل 2 لا يساوي 2؟ إذن هذه علامة التعجب بمعنى لا هل 2 لا يساوي 2؟ الجواب سيكون false لأنه الاثنين فعلا تساوي 2 إذن نشوف بأنه الناتج false كذلك ممكن أنه نضع شرطين معا بمعنى أنه هل الاثنين مثلا أكبر أو يساوي 2؟ ومن ثم أنت أنت على سيمثال الخمسة أكبر من ثلاثة؟ إلى معنى هذا السطر هل الاثنين أكبر أو تساوي 2؟ وكذلك الخمسة أكبر من الثلاثة؟ إذن فعلا الاثنين يساوي 2 والخمسة أكبر من الثلاثة؟ إذن ناتج سيكون true إذن هذه علامة الـ end تفيد تحقق الشرطين معا بمعنى أنه يجب أن يتحقق كل الشرطين حتى يكون الناتج true إذا انتفى تحقق واحد من الشروط فسيكون ناتج false يعني أنا سيمثال ممكن أن نحذف هذا اليساوي الآن سيكون ناتج false السبب بهذا بأنه حاليا الاثنين ليس أكبر من الاثنين فالناتج بهذا المكان false أما الناتج في هذا المكان true ولكن مع هذا سيكون ناتج كل false السبب بهذا بأنه لم يتحقق الشرطين معا إذن هذه الـ end تفيد التحقق من الشرطين معا عكس الـ end هو الـ or إذن الـ end في اللغة العربية بمعنى و بينما الـ or في اللغة العربية بمعنى أو إذن هل الاثنين أكبر من الاثنين أو إذن هذه العلامة تفيد الـ أو أو إنه الخمسة أكبر من الثلاثة الجواب سيكون true نضغط ران نشوف بأنه أعطاني true إذن السبب بهذا هل الاثنين أكبر من الثنين الجواب false إذن نحمل هذا الشرط أو هل الخمسة أكبر من الثلاثة فإن الخمسة أكبر من الثلاثة true فالناتج يكون true إذن في حالة الأو إذا تحقق واحد من الشرطين يعني إذا كان واحد من الشرطين true فالناتج يكون true مباشرة طبعا هذا الـ hint الذي يخبرني به بكل مرة لو نضغط على alt enter بهذا الصورة نشوف بأنه simplify هذا الرمز to true إذن هذا الرمز ببساطة هو يساوي true فلماذا تكتب هذا الشيء المعقد فبالتالي ببساطة يكتب true فكأنما أنت تطبع true فالناتج يكون true لكن نحن كتبنا هذه الأكوات فقط لكي نتعلم شكرا